بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدلت الأرض بالأدلة البصرية والخرائط وصور الأقمار الصناعية هكذا غير الزلزال ملامح مدن تركيا إنها كارثة القرن هذا الوصف الذي تطلقه جهات إنقاذ ووسائل إعلام في تركيا على ما تسبب به الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم السادس من فبراير شباط 2023 والذي تضررت منه سوريا بشكل خاص مخلفا عشرات الآلاف من القتلى ومثلهم من الجرحى نرصد معكم في هذا الفيديو بأدلة بصرية وبالخرائط وصور الأقمار الصناعية جانبا من الدمار الذي لحق بمناطق تركية منكوبة تعد الأكثر تضرورا من الهزة التي بلغت شدتها 7.7 درجة على مقياس رختر تركت الكارثة وراءها ما لا يقل عن 41 ألفا و791 مبنى متضررا أو منهارا في عموم البلاد بحسب وزير البيئة والتطوير العمراني بتركيا وذلك حتى يوم الرابع عشر من فبراير شباط 2023 فرق الإنقاذ والبحث في تركيا وسوريا لا تزال تمارس أعمالها بعض الضحايا خرجوا أحياء على الرغم من بقائهم 250 ساعة تحت الأنقاض وبعضهم الآخر مات وسط الركام منذ حدوث الزلازل هذه الخريطة التي استعنا فيها ببيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي تتزايد فيها أعداد الدوائر منذ يوم وقوع الزلزال وهذه الدوائر هي الأماكن التي تأثرت بالهزة الأرضية في تركيا وسوريا وبالهزات الارتدادية التي لحقت بها والتي وصل عددها إلى 1891 هز بتركيا وحدها كهرمان ماراش الدمار يغير المدينة من خلال الاستعانة بالبيانات التي أوردها برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمراقبة الأرض حول المناطق المتضررة من الزلزال بتركيا فإن الدمار حل في أجزاء واسعة من كهرمان ماراش المدينة الواقعة جنوب تركيا والتي يبلغ عدد سكانها مليون ومئة وواحد وسبعين ألف نسمة الأحمر مباني انهارت بالكامل البرتقالي مباني تضررت ولم تعد صالحة الأصفر مباني بها أضرار يمكن إصلاحها المنطقة القريبة من قلعة كهرمان ماراش بوسط المدينة تغير فيها شكل الأحياء تماما عدة أبنية متجاورة تحولت إلى كتل من الركام بناء المهندسين في كهرمان ماراش والمباني المنهارة بجواره وفرق شاسع بين الصورتين ما قبل الزلزال وما بعده أما عن استاد الثاني عشر من شباط فحدث ولا حرج فالصورة كاشفة ما قبل الزلزال شيء وما بعده شيء آخر حيث تحول ملعب استاد الثاني عشر من شباط في المدينة إلى مكان ممتلئ بالخيام التي تؤوي المتضررين أنطاكيا أصبحت مدمرة تعد أنطاكيا من بين أكثر المدن التركية التي تعرضت للدمار جراء الزلزال ويبلغ عدد سكان المدينة 1.6 مليون نسمة وتحوي المدينة معالم تاريخية نفيسة تعود لآلاف السنين صدمت الصور الظاهرة من أنطاكيا الأتراك والعالم أحياء بأكملها دمرت وباتت الشوارع مسكنا للعائلات المشردة بسبب الهزة الأرضية وزادت معاناة السكان مع الإنخفاض الكبير في درجات الحرارة قضى ما لا يقل عن 3356 شخصا في محافظة هطاي وحدها وأعلنت عائلات سورية لاجئة هناك عن فقدانها العديد من أفراد عائلاتها تحت الأنقاض الأحمر مباني انهارت بالكامل البرتقالي مباني تضررت ولم تعد صالحة الأصفر مباني بها أضرار يمكن إصلاحها لم تسلم صومعة الحبوب الضخمة في هطاي من الزلزال وكل ما فيها بات ملقيا على الأرض من بين أبرز المعالم السكنية التي دمرت في هطاي بأنطاكيا المجمع السكني الضخم الذي يشمل 250 شقة سكنية وهذه صورة للمبنى قبل انهياره وصورة أخرى بعد أن انهار كما أصبح هذا الحي في مدينة هطاي عبارة عن أكوام من الدمار بعدما ضربه الزلزال يعد هذا الحي من بين أبرز الأحياء في المدينة التي تغيرت معالمه عدة مباني انهارت بشكل كامل وفقد الحي العديد من قاطنيه في هذا الفيديو يقول ناشره إنه لحي في هطاي ويتحدث أن والدته وشقيقه تحت الأنقاض كان هذا المكان يضج بالحياة ومليء بالأبنية وبعضها شاهقا لكن الزلزال غير كل شيء وبات المكان موحشا هنا حي آخر في مدينة هطاي كان مليئا بالمحال التجارية على جانبي الطريق والمباني كانت كثيرة ومتراصة لكن الآن لم تعد الكثير من المباني موجودة ومن بقي منها لحقته أضرار كبيرة من الهزة الأرضية وهنا حي آخر مجاور له انظر إلى الصورة قبل الزلزال وبعده كما تضررت مساجد ومستشفيات ومواقع تاريخية أخرى وهذا الفيديو يلخص بعضا من مشاهد الدمار التي لحقت بالمدينة هذه المدينة والتي تحولت إلى بيت أو مشهد من مشاهد الرعب غازي عنتاب مباني دمرت مدينة غازي عنتاب هي الأخرى حل الدمار في أجزاء واسعة من أحيائها أبنية وأبراج تهدمت بالكامل وأخرى تصدعت وباتت غير صالحة للسكن وغادر بعض السكان مناطقهم ولجأ بعضهم الآخر إلى أقاربهم واستضافت آخرين صالات رياضية ومساجد ومدارس ومتاجر للليل فيما يقضي الآلاف لياليهم داخل سيارات يشغلون محركاتها طلبا لبعض الدف بحسب الوكالة الفرنسية الأحمر مباني انهارت البرتقالي مباني تضررت ولم تعد تصلح الأصفر مباني بها أضرار يمكن إصلاحها في هذه المنطقة يوجد مجمع سكني اسمه عائشة محمد يضم أبراجا عالية من المنازل حول الزلزال مساكن الناس إلى دمار وغير معالم المدينة كما فعل بالكثير من المناطق الأخرى على بعد أمطار من مجمع عائشة تضررت المباني أيضا رسم الزلزال شقوقا فيها وبات السكن فيها أمرا محفوفا بالمخاطر كما هو الحال في صومعة الحبوب بولاية هطاي ضرب الزلزال صومعة الحبوب في غازع انتاب وانهارت أجزاء عديدة منها أديامن هنا أحد الشوارع في مدينة أديامن التي ضربها الزلزال المدمر ويعد هذا الشارع من الشوارع الحيوية فيها تمر فيها حافلات ركاب ويحتوي على محال تجارية عديدة وكل شيء بات مختلفا منذ أن مر الزلزال على المدينة وكما ذكرنا آنفا الأحمر مباني انهارت بالكامل والبرتقالي مباني تضررت ولم تعد تصلح والأصفر مباني بها أضرار يمكن إصلاحها تقول إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يعادل انفجار خمسمائة من القنابل الذرية النووية من جهته قال مارتين غيريث مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة السبت الحادي عشر من فبراير شباط الفين وثلاثة وعشرين إن الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب تركيا وشمال غربي سوريا أسوأ حدث تشهده هذه المنطقة في مئة عام يعد هذا الزلزال الأكثر تدميرا في البلاد منذ زلزال عام 1939 الذي تسبب حينها بوفاة 32968 شخصا وإصابة نحو مئة ألف إنسان في الختام متابعين الأعزاء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر